السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الخامس عندي سنبدأ الفصل الثاني علاقة الإنسان بالبيئة عندي الموارد الطبيعية قبل أن نأخذ معنا الموارد الطبيعية دعنا مع بعض نتناقش بشكل 6-13 بحكيلي إلى ما تحتاج النبتة التي تنبت النبتة الموجودة هنا تحتاج إلى الماء الشمس والتربة صح؟ إلى ما يحتاج الخروف لكي يعيش يحتاج الخروف إلى الهواء الماء النبات التربة لأن النبات يحتاج إلى التربة ما الموارد الطبيعية التي تساعد كل الكائنات الحية على أنها تعيش الأشياء الضرورية التي تساعد كل الكائنات الحية على أنها تعيش ماء نبات التربة الشعات شمس طاقة ومأوى مكان يعيش في الكائن طيب إذن أنا بسمي يا خامس الحاجات الأساسية التي يحتاجها الكائن الحي بالموارد الموارد الطبيعية هي الحاجات الأساسية التي يحتاجها الكائن الحي إذن هي الحاجات الأساسية التي يحتاجها الكائن الحي طيب مثل شو عندي هدول حفظوهم إذا سألتك شو هم الموارد الطبيعية عندي ست موارد هواء، ماء، غذاء، تربة، طاقة ومأوى إذن هواء، ماء، غذاء، تربة، طاقة ومأوى وخططوا للكتاب زي ما أنا خططته معطيني صفحة 95 بحكيلي ما الموارد الطبيعية التي يحتاج إليها الطائر في الشكل أنا عندي هذا الطائر يحتاج إلى مأوى، ماء، تربة، أشعة شمس، طاقة وغذاء إذن الموارد الطبيعية سنأخذ اليوم أولاً وثانياً لأنه أولاً صغيرة أولاً هي الموارد الطبيعية تعريف الموارد الطبيعية هي الحاجات الأساسية التي يحتاج إليها الكائن الحي مثل ماء، هواء، تربة، غذاء، مأوى، وطاقة بس هذا هو أولاً ثانياً سنحكي عن أثر الإنسان في الاتزان البيئي أنا حكيت لكم أنه ما شاء الله للإنسان خرب الدنيا يعني ما خلى حرب إلا دخلها ما خلى أشجار إلا قطعها ما خلى حيوانات إلا قتلها فوجوده هو بتطور كان مضر على البيئة فبننشوف شو أثر الإنسان في الاتزان البيئي خلينا نقرأ مع بعض عن سيل الزرقاء بحكي لك وصف سيل الزرقاء قديماً بالنهر الجاري كان سيل الزرقاء قديماً زي النهر الجاري فقد كان محاطاً بالغابات والأشجار اليانعة والثمار وكان الناس يقصدونه للتنزه من مختلف أنحاء المملكة وقد شهد مصانع على جانبي السيل إلا أن أنشاء العديد من المصانع صار عندي تصريف مياه الصرف الصحي فيها أدت إلى تولوته والقضاء على معظم أشكال الحياة يعني هذا النهر كان فيه أسماك لكن حطوا مصانع صارت المصانع تكب مياه الصرف الصحي تعتها بالنهر وترمي مخلفاتها ماتت الأسماك وخرب النهر وزغر هل يعد النظام البيئي لسيل الزرقاء قديماً نظاماً متزناً؟ نعم لماذا؟ لأنه كان فيه كائنات حية وغير حية مع بعض عايشة وترتبط مع بعضها بعلاقات ما الأسباب التي أخلت بالنظام البيئي؟ بناد المصانع ورمي مخلفات المصانع في النهر ماذا تقترح لإعادة الاتزان البيئي؟ عدم رمي المخلفات وعدم رمي مياه الصرف الصحي في النهر أنا هذول الشكلين البيانيين ما بدي يهم يا خامس هذا ما بدي يهم طيب نبدأ من هنا بحكي لك توجد أنشطة بشرية عديدة تحدث خللاً في الأنظمة البيئية هاي مهمة شو هي الأنشطة التي تؤدي إلى خلل في النظام البيئي؟ حددوا لي واحد نين ثلاث وإكتب تحت الأنشطة البشرية التي تؤدي إلى خلل بيئي واستنزاف للبيئة شو هي؟ الرعي الجائر الرعي والصيد الجائر لما إنك تروح أنت ترعى بمكان زراعي وتصير الأغنام تكسر بالشجر وقطع الأشجار ولما تقطع الأشجار عشان تبني مباني طبعاً الأشجار بتمدنى بالثمار الأشجار بتنقل الجو والأكسجين بتمدل الجو بالأكسجين فإنت لما تروح تقضي على الأشجار بتقضي على الحيوانات اللي بتعيش في الأشجار وبتقضي على الأشجار وبتقضي على الثمار إذن الرعيس الجائر قطع الأشجار والزحف العمراني على الأراضي الزراعية يعني أنت قللت من الأراضي الزراعية وزدت مباني فأنت رح تقرر من منتجاتها هذا مهم احفظه لي إياه معطيني هون سؤال بحكي لك بدأ أسيل الزرقاء بدأ أسيل الزرقاء مجره من رأس العين في العاصمة عمان مرورا بالرصيفة وينتهي في سد الملك طلال في جرش ما المشكلة البيئية التي تهدد سد الملك طلال نتيجة لذلك طيب أنا عندي سيل الزرقاء بيبلش من عند رأس العين في العمان بوصل لجرش شو ممكن وآخر شي بوصل لسد الملك طلال شو رح يصير بسد الملك طلال سيتلوث سد الملك الطلال نتيجة لتصريف مياه الصرف الصحي في سيل الزرقاء ورمي المخلفات فيها كيف نساعد ان ننقلل هذه المشكلة حكينا من بطل نحط فيها صرف صحي ونبعد المصانع انظر للصور شكل ستة سبعتاش التي تمثل بعض ممارسات الانسان في البيئة عندي رعي جارع جائر قطع الاشجار وعندي رش المبيدات ما الانشطة البشرية الظاهرة في الشكل رعي جائر قطع الاشجار رش المبيدات ما اثر هذه الانشطة فيه اعداد المنتجات رح تقل المنتجات اللي بصير عندي خلال بالبيئة انا عندي المنتجات اعشاب رح تروح كلها عندي اشجار رح تروح كلها المبيدات الحشرية رح تقضي على الديدان اللي بتتغذى عليها كائنات حية ثانية فرح تصير عندي خلال بالبيئة جيم كيف يصل جزء من المبيدات للانسان طيب لما نرش المبيض الحشري على النبات راح الإنسان يتناول الثمار تاعة الأشجار هاي ويتسمم فيها عن طريق تناول نبات التي تم رشها والأخطار التي تهدد الأنظمة البيئية تناقص أعداد المنتجات وحدوث خلال في الاكتزان البيئي تناقص أعداد المنتجات وحدوث خلال في الاكتزان البيئي خلصنا اليوم درسنا خامس أهم إشي تعرف لي شو معنى الموارد الطبيعية كمان أهم إشي تعرف شو هي أسباب الخلل في الأنظمة البيئية عنا ثلاث أسباب مع الرش المبيضات بصير أربع أسباب شو هي الأنشطة اللي بتعملي خلل وبتعمل إنزاف للبيئة مهم جدا بس مهم تكتبلي الإشياء اللي أنا كتبتها لكتاب بشوفكم بحصة جاي في أمان الله يا خامس